استقبل وزير الخارجية سامح شكري مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية في تشكيلي الجديد برئاسة وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على التفاعل مع مراكز الفكر والأبحاث وتوسيع دائلات التشاور وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية المصرية وتناول اللقاء علاقات مصر مع شركائها الاستراتيجيين والأوضاع على الساحة الإفريقية وقضية تسد النهضة والعلاقات مع دول الجوار الجغرافي للإقليم العربي فضلا عن دور الدبلوماسية المصرية وأدوات الدبلوماسية العامة في دعم أهداف الدولة المصرية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية